ونجمينا النهاردة كابتن عفروت روق البشرفنا في أسا ديسا بسا خير كابتن عفروت بسا خير كابتن عفروت وأقول لك قبل ما نخش في الكرة مبروك على بطولتين غاليني مبارح الأعلي حققهم في الفولي بطولة دوري أبطال أفريقيا ودوري السوبر المصري على حساب الاتحاد ألف مبروك الله يبرك فيكم مبروك علينا ويا رب دايما كده متجمعين على الانتصارات وببارك طبعا لفريق السلة طبعا وربنا يوفاهم يا رب في اللي جاي ويستحقوا يعني بجد العبر الجالة وأنا كنت بتابع المباراة مبارح فيعني فرحة وإن شاء الله نختمها كده بمطش الأهل والودات بإذنك يا رب كده وإن شاء الله يا رب يبقى سنة سعيد علينا يبقى شهر سعيد بس يعني شهر سعيد أو سوبر أفريقيا في الهندبول أو الهندبول طبعا وإن شاء الله يا رب كده يبقى دايما متجمعين كده الشهر دوك كله بطولات للنادي الأهلي على رغم أنه يعني يعني أغلب جماهير النادي الأهلي يعني بتروح لفكرة كرة القدم لكن الشهر ده التشجيع كان بجنون يعني الحالة اللي أنا شفتها بداية من السوبر الأهلي والزمالك سوبر أفريقيا ووصولا للمطش الأهلي والترجي مبارح في الفولي والأهلي والاتحاد بعده في الباسكت الناس يعني هتتجن يعني تحس إنه ده نهائي دوري أبطال الأفريقيا كرة القدم مش مش ماتش باسكت ولا ماتش بولي تحس إنه الحالة دي حالة دوري أبطال كرة القدم يعني هو الانتصار طبعا يا أستاذ أحمد بيخليك دايما على طول متفاعل مع الفريق اللي هو سواء أنت في الهند بول أو في الباسكت أو هنا أو هنا أو كرة القدم طبعا هي اللي واخد كل حاجة طبعا ولكن حاجة جميلة للنادي الأهلي طبعا متأسس ومربي أولاده كلهم على البطولات فدي حاجة بتبقى كويسة اللي أنت أكتر من بطولة ورى بعض فنقص إن شاء الله كرة القدم فدي يبقى إنجاز للإدارة طبعا بتاعتنا لنادي الأهلي طبعا وشيء اسمح لي يعني أقول إنه شيء مشرف والله تماما بعيدا عن فكرة الانتماء والحب للنادي الأهلي والكيان النادي الأهلي بجد بدون طلع بقى حتة المناكفة والمكايدة والمنافسة وهقول عند البعض الغل وكراهية بره الحسابات كده وشوف في مصر لو فيه نموذج مشابه اتنين أتمنى تلاتة أربعة زي الأهلي إيه ممكن يكون حل الرياضة المصرية يعني بدل ما إحنا داخلين في الحتة الدقيقة وقاعدين نشكك وقاعدين نقول مؤامرات وقاعدين الأهلي على كل مستوات بيلعب في النيجر وبيلعب في تونس وبيلعب في القاهرة وراح يلعب في المغرب والحمد لله أولاده مشرفين ورفعين اسمه مصر عالي جدا فما بالك لو في مصر فيه تلاتة أربعة كينات على نفس القدر من المسئولية على نفس القدر من الإمكانيات وعلى نفس القدر من الرؤية في إدارة ملفات متعددة بحجم الرياضات المتنوعة دي وإنه يخرج لأبطال أبطال لمصر تحقق ألقاب كان الموضوع بقى مختلف نتمنى نشوف كده إن شاء الله نتمنى بإذن الله